اشتركوا في القناة جهاز المخابرات الوطني وسعادة رئيس الامن العام ومعالي وكيل وزارة الداخلية والمفتش العام تعظيم سلاب سلاب قف وقد رحب معالي الوزير بزيارة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني والوفد المرافق لتبدأ جلسة المباحثات الثنائية بين الجانبين حيث أشاد معالي الوزير بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين مؤكدا حرص البحرين على أمن واستقرار اليمن وتقديم كافة أشكال الدعم والإسناد فيما يتعلق ببرنامج التدريب والتعاون الأمني بما يحفظ أمن واستقرار اليمن وتضمنت المباحثات بحث عدد من الموضوعات الأمنية المهمة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق والارتقاء بالأداء لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الأقليمية والدولية كما تم استعراض عدد من البرامج التي تقدمها وزارة الداخلية في مجال تعزيز الأمن والحفاظ على الهوية الوطنية ومنها برنامج مكافحة العنف والإدمان معا برنامج العقوبات البديلة والمضي قدما في تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة وفي ختام الزيارة سجل فخامة اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة كلمة في سجل الزيارات أعرب فيها عن سعادته بزيارة وزارة الداخلية بمملكة البحرين والالتقاء مع الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وبحث سبل التعزيز أو تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين معربا عن جزيل شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الطيافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر